اشتركوا في القناة وكان ابو فاكر تعبان شوي واخد بردي قبر قلبي ومتل ما بتعرفوه بردات آدار بيجو مفاجأة وما بينحسب لون حساب فنزل هالبرد على صدره وبلشت السعلي معو وما كانت تهدى فقلت لحالي بما اني سنده لابن عمي وقت الشدائد وما لنغينا عن بعض الله لا يفرقنا عن بعض إلهي وسيدي هاجي على الإزاعة وقدم هالحلقة بدالو خلي هو يرتاح بالبيت ويشرب هالشورب على رواء معلوم كون ما في أحسن من الشوربة الدافية للبرد خاصة إذا كانت من تحت إيدين أخدكن أم جوزيف يلي بده الوصفة يبعط لي تحت الهواء وأنا بعطي إياها أي يعني مو بس اختيماية لحالة بتعرف تطبخ ببرنامج فتوش أيوة كمان أنا عندي وصفات غير شكل ما بقولها غير للغوالي يعني للسورياليين وبس راجعت لكم بعد الفاصل أخبركم حكاية اليوم اليوم وبكرة اليوم وبكرة رح نحكي عن بكرة أحلام بارح اليوم وبكرة رح نحكي لك يا بلدي كيف تغيرنا وغيرنا كيف صرنا نحبك أكتر ورجعنا يا بلدي تجمعنا وعمرنا يلي تدمر حلاوة الأفكار نستنا وجع الأخبار ورجع الأمل بضحكة الصغار سوريالي سوريالك سوريا قلنا كلنا سوريالي سوريالك أنت اللي قادر تغير أنت ابن البلد ايه إخواتي رجعت لكم عقوليت أبو فاكر الله يشفي ويمده بتوب العافية يا حق ايه إخواتي كان يا مكان بيحاضر هالزمان كان فيه بنت يلا أبو فاكر يعني إذا أنا بدي أقدم الحلقة لازم تكون لحكاية عن بنت ايشو ما بيصير حكاية عن شاب يعني ايشو هالتحيوز هاد يا ما بدي هحكي حكاية من عندي خليه يعرف يجهزلي حكاية على كيفه بقى هالأبو فاكر ايه إخواتي بدي أحكي لكم بدي أحكي لكم شو يا عم جوزيف يلا تذكرينك شي حكاية ايه 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 تذكرت تذكرت كان يا مكان بيحاضر هالزمان كان فيه عيلة ثورية بمعنى الكلمة والحكي قديم قبل ما يكون فيه لا ثورات عربية ولا عربي عربي ولا شيء كانت هالعيلة تعتبر حالة ثورية لأنه الأب والأم تعرفوا على بعضهم باجتماعات الحزب الشيوعي وحبوا بعضهم وكانوا دايما يسموا حالهم رفاق الدرب ووقت كان بدوا يغازلها كان يقل له يا رفيقة كتير حليانة اليوم كانت هي تخجل وتطرق راسها بهالأرض وتقل له شكرا يا رفيق هذا من زوءك مع أنه اتنيناتهم بالحياة كانوا قوايا وجريئين بس وقت يقعدوا سوا كانوا يخجلوا ويتلبكوا وفورا يقلبوا على موجة رفيق ورفيقة طبعا يبلشوا رفقاتهم ضحك وتنغيم وغلازة عليهم أنه كيفك يا رفيقة شلونك يا رفيق إن شاء الله حياتكم الرفاقية بخير وبقيوا هيك حتى بيوم قرر أنه ياخد موقف وطلب منه أنه يجي هو وأهله يزوروهم بالبيت هي استغربت منه وسألته ليش بده يجي يزورون بالبيت هو وأهله فقال لا يعني مشان أطلب إيدك صحيح هي كانت حاسة بس كمان تفاجأت تفاجأت أنه رغم كل النقاشات اللي كانوا يخوضوها ويحكو فيها عن حرية الإنسان واختيار شريك وشريكة حياته وكيف أنه هنن كجيل جديد لازم يكونوا السباقين لهيك خطوات لكن لما بده يخطبها طلب القصة بالشكل التقليدي الرسمي تفاجأت وضحكت بقلبها أنه أكيد لسه بدنا وقت حتى نتغير وفعلاً عملت موعد مع أهلها وأجوا هو وأهله وخطبوها ومشيت هالأمور بسلاسة ورواء تجوزوا وجابوا أربع أولاد وربوهن عمفاهيمهن يلي كانت بالنسبة لغيرهم ثورية زيادة عن اللزوم يعني كانوا من زمان يحتفلوا بثماني آدار بس مو ثورة ثماني آدار لا كانوا يحتفلوا بيوم المرأة العالمي يلي بيصادف بثماني آدار بالوقت يلي رفقات الولاد بالمدرسة ما كانوا بيعرفوا شو يعني يوم المرأة وكانوا يتمسخروا عليهم خاصة لما كانوا يجيبوا للأنسة تبعيتهم بالصف بهدية ويقولوا لها كل عام وانتي بخير بمناسبة يوم المرأة فكانت الآنسة تفكر أنه قصدهن عيد المعلم بس مخربطين فتاخد هالهدية وتبوسن وتقللون شكراً لعيد لسا الأسبوع الجاية بس شكراً لكم وكانوا الولاد يستغربوا لأنه أهلون أكدولون أنه لعيد هاد الأسبوع ليش الآنسة مفتكرة أنه لعيد لسا له وقت المهم تعجب هالهدية هلأ أكيد بدكن تسألوا حالكن أنه يعني معقول هيك كل الأنسات كانوا يعملوا يعني مو كلهم تماماً بس أنه يعني هيك بتذكر حكالي هالقصة أبو فاكر تعرفوا بيحب المبالغة هو شوي الله يسلموا ويحمي يا حق إن شاء الله يكون تذكر ياخد الدواء حاكم الله وكيلكون إذا ما ذكرتوا بالدواء وحبيت فوار الفيتامين سي هو ما بيأخدون خلونا نطلع فاصل حتى أتصل فيه وذكره برجع لكم ما تروحوا لما بيسمع صوتك بنسى كل اللي بدي يقوله بدي إليك عالي بقلبي ويقوله شو ما يقوله لما بيسمع صوتك بنسى كل اللي بدي يقوله بدي إليك عالي بقلبي ويقوله شو ما يقوله موسيقى موسيقى إيه إخواتي رجعت لكم بعد ما أمنت إنه أبو فاكر أخد الدواء ومشي حاله رجعت لكم مع حكاية سعاد سعاد صبية ولدت وعاشت ببيت حكينا عنه إنه هو بيت ثوري أو هيك بيحبوا يحكوا عن حالهم لأنه ربيوا وعاشوا بأفكار يسارية تحرورية وكانوا دائما يحتفلوا بأعياد المرأة والعامل والطفل وكل الأعياد يلي إلا علاقة بالطبقة الكادحة ويلي مع الوقت بلشوا العالم يهتموا فيها بس قبل ما كان حدا ينتكشها المهم كبرت سعاد وهي بتشوف بعيلتها مثال للعيلة يلي بتحلم تأسسها مع شريك حياتها عيلة كل أفرادها متعلمين ودارسين عيلة الكل بيحترم بعضه وما بيعتدي ع حقوق بعض وصارت سعاد بالجامعة وتعرفت عشب حست إنه بيشاركها هاي الأفكار وإنه ممكن سواء يعملوا هالبيت يلي هي عب تحلم فيه وكان أكبر منه تخرج وهي بقيان لسنتين وتغيرت كل التخطيطات والأحلام نسحب على العسكرية واحتفظوا فيه لأنه ما عادوا يسرحوا حدا من الجيش لأنه البلد بحاجة لكل الشباب والمقاتلين وسعاد حست إنه هاي المعركة اللي حبيبة حيدخل فيها هي مو معركة حقيقية لأنه ما فيه جيش بيوقف بش الشعب يلي هو منه ما زبطت بعقله إنه ممكن جيش يقصوا في الناس يلي المفروض يحميهم ولما التقت هي وعلاق الشب يلي كانت حاببته حكيت معه وقالت له كل أفكارها وإنه هي عم بتفكر إذا بيهرب من الجيش وبيطلعوا برات البلد لأنه ما كتير قدرانة تتخيل حياتهم سوا وهو ممكن تكون إيديه تلوتت بدم حدا من أولاد البلد وفكروا سوا كيف ممكن يلاقوا حل إذا بدوا يهرب من العسكرية هلأ ممكن أهله يتعرضوا لتحقيق وتعذيب حتى يقولوا عن مكانه وممكن ياخدوا أخوه الشاب ويعتقلوه ما في حل غير إنه يكمل هالفترة ليشوفوا شو بيصير بالبلد وفعلا مروا شهور ورشهور وقلبها مثل هالنار على حبيبة بنفس الوقت هي ما بقيت تقدر تبقى بعيدة عن يلي عم بيصير ورغم اعتراضات أهله ورفضهم للاعتراف بكل يلي عم بيصير بالبلد الشي اللي خلاها تتفاجأ تتفاجأ وتنصدم بأهله وأفكارهم يلي ربوها على حق الشعب بتقرير مصيره هلأ ما عم بيشوفوا الموضوع غير إنه هو مؤامرة أمبريالية بقيادة أمريكا وما عم يقبلوا يشوفوا الموضوع غير من هاي الزاوية بس مع ذلك هي مارة خط وشاركت أهل بلدها مصيرون ومأسيون اتطوعت بالهلال الأحمر وصارت تساعد بنقل المساعدات للناس يلي تهجروا من بيوتهم وقراءهم ولجأوا للمدارس أو مراكز الإيواء وتسمع قصص من العالم عن يلي عم بيصير بالمناطق يلي عم تولع فيها وكيف عم بتصير عمليات قصف عشوائي اجتياح لكل البيوت والحرومات وكل ما تسمع قصة جديدة تفكر بحبيبة يا ترى معقول هو يكون عم يأزي العالم ولا لا قدران يبقى بعيد عن هالمستنقع هادي اللي نجروا إله كتير من شباب البلد يوم ورا يوم صارت تحس إنه المسافة بيناتهم عم بتبعد وإنه هي صارت خايفة منه أكتر من إنه مضطمنة لحياته معه مستقبلة مشان هيك قررت إنه تقطع علاقتها فيه وخلص ما عاد بده تبقى غرآنة بهالدوامة هاي ونطرت حتى ينزل إجازة مشان يحكو وجها اللي وجه لأنه مو معقول تخبرو هالخبر على التليفون وما كان ينزل إجازة كل ما يوعد أنه حيزبطه وياخد إجازة تولع جنبه وتستنفر الإطعية اللي هو فيها ويلغو كل الإجازات ومرت الأيام وتحاصرت المنطقة اللي كانوا عايشين فيها سعاد وأهلا وأعلنوا تحريرها بعدين أعلنوا تطهيرها بعدين راح بيتهم بالأصف وهي هربت مع أهلا عبيروت قعدوا هناك شهرين ثلاثة وصلها خبر أكيد عن علاء نخطف وما حدا بيعرف وين أرضيه ولا حدا بيعرف مين خطفه بالأساس يعني الأمن ولا الجيش الحر ولا الجماعات المسلحة ولا الدفاع الوطني ولا زعران والطاعين طرق كل الإحتمالات صارت ممكنة ممكن يكون مخطوف لمصلحة أي حدا وممكن يبادلوا بصفقة ما وممكن بالعكس يقتلوا ويلبسوا القصة لعالم تاني مشان يلعبوا على القصة إعلاميا ويكسبوا تعاطف وتأييد جهة ما هون عقلها لسعاد ما عاد تحمل يعني هي كانت عم بتفكر إنه تنهي علاقتها هلأ شو بدها تساوي يمكن يكون تحت خطر الموت بأي لحظة ممكن تكون هي ظلمته أساساً وأتفكرت إنه تتركه لأنه بالجيش ممكن يكون هلأ عم بتعذب لأنه موقفه نظيف يعني ممكن تكون ظلمته ممكن يموت هي وظلمته كيف ممكن تسامح حالة إذا هيك صار حست حالة عايشة بمتاهة بدون نهاية وصارت القصة هوسة وشغلة شاغل ما خلت حدا بيعرف ناس عم تشتغل وساطات بقصص المخطوفين أو أي حدا بيعرف عالم تعرف ناس عم تخطف أو تبادل عالم وتعمل صفقات عممت اسمه بكل محل نشرت أوصافه بين كل العالم ما في أمل ولا خبر شهر ورد تاني وهي ناطرة وما حدا جبله ولا خبر وهي لهلأ ما فقدت الأمل ولا ملت للساطة ناطرة تقدر توصل لعلا وتتطمن عليه وبعدها بيحكوا سوا بيكملوا أو ما بيكملوا ما عاد مهم المهم أنه تتطمن عليه أنه عايش عندي سقا فيك عندي أمل فيك وبكفيك شو بدك يعني أكتر بعد فيك عندي حلم فيك عندي ولع فيك بكفيك شو بدك أنه يعني من تتفيك معقول في أكتر أنا ما عندي أكتر معقول في أكتر أنا ما عندي أكتر كل جمل يعني عم تنتهي فيك عندي سقا فيك وبكفيك إيه إخواتي السورياليين الغوالي أنا لازم ودعكم هلأ وذكركم أنه تسمعونا على موقعنا سوريالي نقطة كوم وتفوتوا على صفحةنا على تويتر والفيسبوك وتسمعوا بسنا على الأف أم والأسبوع الجاية إذا عمكن أبو فاكر تحسن بيجي هو بيزوركن إذا لساتوا تعبان حيجي أنا وآنسكن إن شاء الله تكونوا حبيتوا الحكاية مني يلا بخاطركن هلأ متل ما حدا حبه ولا بيوم رح بخط حبيتك متل ما حدا حبه ولا بيوم رح بخط إنت شايفة عديد ومش بهالهمين بجرف ما تفهمش وعلقني بس فيك هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2014 عم تسمعوا راديو سوريالي عفكتة هذا مو راديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر